بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد ولي محمد رجعتوا إياكم في فيديو للمعجنات معجنات هشة لذيذة اقتصادية بسيطة سهلة وسريعة تابعوا الفيديو يا للنهاية على متعرفوا المقادير وطريقة العمل وإن شاء الله يا ربي أكون ما أطول عليكم بهذا الفيديو أهم شيء تابعوا للنهاية عموا تستفادون اللي يشوف قناتي لأول مرة يشترك بقناتي ويخلي لي لايك ويفعل زر الإشعارات للكل وإن شاء الله نبدأ بالمقادير قالبين زبد زبد يكون لين أي زبد زبد الصباح زبدت لونة أي زبد كان هذا القالب اللي تقريبا سعره يمكن 750 صاره هو كان قبل 500 قالبين زبد يكون بدرجة حرارة غرفة عنام طاعتهم قبل ساعتين تقريبا أو أكثر من ساعتين طلعتهم من الثلاجة تركتهم بالمطبخ إلى أن صار المائعات أو لينات بمعنى أصح هنا عدي كوب ونص من السكر المطحون كوب ونص من السكر المطحون أبقى أخلط بيهن أخلط السكر المطحون مع الزبدة اللينة أنا أفضل السكر يكون ناعم جدا وكل ما يكون ناعم جدا يطنتيج أحسن يعني حتى من الطحني بالبيت يطحني أكثر من مرة وأفضل لو تشتري لأنه هو كل شي رخيص كيلو متى ألفين أحنا تقريبا أخذنا هنا تقريبا ما يعادل تقريبا ربع كيلو ربع كيلو سكر مطحون هنا أبقى أخلط بيهن إلى أن يصير عند القوام كريمي أبقى أخلط بأي خاشوقة عادي سباتيولة إذاعتكم أصار هسا عند القوام كريمي أخلي علي صفارين صفار بيضتين بس الصفار البيض ما أستخدمهم أخلي بس الصفار وأخلط بحيصر عندي العجينة بها صفار عادي هو نريدها تبقى صفار طبعا هو هذا المعجنة يصير بين شكر الماء وبين بسكويت طعمه طيب كلش لذيذ وشكل مرتب وأصلا ضيوفك يمبهرون بالأيد بالترتيب وحلو ونازك وشكل يعني معجنات راقية جدا يعني إضافة إلى الكليتشة والكعك لما نصير تشكيلة معجنات بالأيد يصير يعني شكل التقديمي يصير كلش حلو ومرتب أكثر هسا ما ننسى المقادير قالبين زبت 400 غرام يعني لأن كل قالب 200 غرام عدنا كوب ونص شكر وصفار بيضتين وهنا أنا خليت أربع كواب من الطحين الطحين نخلطه قبل أربع كواب من الطحين وظرف بكم باودر كامل نخليه نكونهن مع بعض بهاي الوصفة لا نحتاج لا مي ولا حليب ولا أي سوائل نبقى نخلط 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 بالسباتيولة طبعا ما راح العجل نهائيا هاي الوصفة لا تحتاج عجل ولا التعب يعني وصفة سهلة وسريعة ومتاخذ مع الدشار جهود ولا وقته وتقريبا متوفرة مواتها بكل بيت وبكل بيت متوفرة مواتها هنا أبقى أخلط أجمع الطحين على مود ألم الطحين بس ألمها ألم الطحين وما أعجن بالأخير أستخدم إيدي أستخدمها بس على مود ألم العجينة مو على مود أعجن على مود ألم العجينة اللي صارت عدي بدون عجن صحي عجينة صارت عدي بس بدون ما أعجنها أنا أريدها تبقى إيج ترفع ألمها بإيدي ما أخلي أي طحين كل ألمها طحين كل أخلي يلتسق بيها إذا وصلت إلى هذه المرحلة صلوا على محمد وآلي محمد اللهم صلوا على محمد وآلي محمد ماكو شي أحسن من صلات على النبي الأكرم هنا أخليتها في هذه الطاسة وحا دخلتها للثلاجة تبقى 15 دقيقة بالثلاجة ترتاح بالثلاجة لمدة 15 دقيقة أخليها ترتاح بره لأني أريدها صير باردة من صير باردة أكثر راح تلم لأن هي زبد وتبرد أزيد راح تلم بعد ما تلزق بالإيد الظل سهولة نستخدمها ونشكلها هس راح أدخلها للثلاجة ورحمة 16 دقيقة هنا فاتت ربع ساعة طلعتها بهاي الأثناء أنا جهزت الأشكال اللي أزين بيها طبعا التزيين والأشكال حسب راغبتك أنت يعني حسب شون متفضلين فأني استخدمت التزيين كلش بسيط يعني ما تعبت نفسي بالتزيين مالتها هنا أنا فتحتها بالشيبك على هاي السفر السيليفون أو العفو السيليكون بهاي القطعة قطعتها أقطعها بهاي الشكل بعدين أشيل وحدة وحدة على كيفية بالسباتل والاستيل أرفحها أتهنها بالبيض البيض وأخليها بالسمسم أحصر أعدي بها الشون كعكة بالسمسم بالضبط بس يا طعمها شوي يختلف عن الكعك يعني أطيب شوي طعمها بين البسكت وبين شكرا لما كلش طعمها لذيذ كملت هذا أول طاول كملته بعدين رح أسوي هذي الشكل الأسرع أو الأسهل اللي يعني أنا أحسه أسهل أي شكل تريدو عادي وبهاي النقاشة عندي هاي النقاش أنا أناقش بها تريدوها بدون نقش عادي ما مشكلة بهاي الطريقة ولا تنسون اللي شوف الفيديو لأول مرة ينطيني لايك وفي التعليق حلو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم أقارفكم عن متعم الفائدة أكثر هنا سويتهم بدون نقش خليتكم وحدة هيش بدون نقش إذا تحبون بعد ما طلعت من الفرن تأخذها بالشوي تقريبا ربع ساعة 12 دقيقة من شغل الفرن من الأسفل وتقريبا دقيقتين شغل من الأعلى هاي هي تستوي بساعة ما تتأخر هنا أنا عندي مذوب آني للي ما بها سمسم سويتها بدون سمسم ذوبت نوتلا من مستر مارتيني ذوبتها بحمام ماء ثلاث خواشيك تقريبا نوتلا مع نص خاشو قزيت ذوبت هين أغطسها بالهذا وبعدين أخلي الفيرميسيلي عندي فيرميسيلي ألوان هنا أول شي بالنوتلا وبعدين بالفيرميسيلي أسوي هين هذا حسب التزيين اللي تريدو زينها بمربة بس نوتلا شوكولاتة سيحوها حسب التزيين اللي أنتو ترغبون بي تخلونه مربة وياها مبروش يعني حسب أنتم تريدون كل من يعني حسب ذوق بالنسبة لي أنا عندي نوتلا مستر مارتيني المتوفر بالبيت عدي فيرميسيلي ألوان وزينتهب وهذا الشكل يارب أكون فدتكم والفكرة وصلت وإن شاء الله راح أترك لكم المقادير بصندوق الوصف اللي يحب إن شاء الله جربوها على العيد يعني كلش طيبة وهشة ولذيذة ورح أضيف فد نكهة الميز التقديم بالعيد وهاي بعد شكلها النهائي بعد ما كملت ويا رب تستفادون ولا تنسون من اللايك والاشتراك وشاركوا الفيديو وأحبابكم وأصدقائكم شوفوا هشيون هالشي على مهل تعمل فائدة أكثر تستفادون أكثر ويا رب أكون فدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته